الحمد لله ورضي الله عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة هذا كتاب الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالم كيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان هذا الكتاب تأليف العلام الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام هذا الكتاب هو المجلد الثاني طبع دار الكتب العلمية الطبع الأولى سنة 1421 للهجرة يقول في الصحيفة 282 يكفر بإثبات المكان لله تعالى فلو قال لا محل خالي من الله يكفر ولو قال الله تعالى في السماء فإن قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر وإن أراد به المكان يكفر هذا ما عليه العلماء وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة الأجلاء أحبابنا الكرام من كان يعتقد أن الله تعالى يسكن السماء أو يجلس على العرش يجب عليه فورا أن يعتقد أن الله موجود بلا مكان وأن ينطق بالشهادتين فورا للدخول في دين الإسلام ثم بعد ذلك يا أحبابنا تذكروا يقول رسول الله فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين تعلموا يا أحبابنا وازدادوا علما لكي تقوا أنفسكم وأهليكم من النار بإذن الله الواحد الجبار